وفي نفسها السياق حذرت منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الأوبك في تقريرها الشهري من تخمة معروض نفطي بحلول سنة 2019 في ظل تباطئ الاقتصاد العالمي وتنامي معروض المنتجين المنافسين بوتيرة أسرع من المتوقع معززة المبررات لتحول كامل في سياسة صوب خفز الانتاج خلال الاجتماع المنظمة أو المنظمة الشهر القادم التقرير كشف أيضا أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 1.29 مليون برميل يوميا العام القادم بنخفى 70 ألف برميل يوميا عما توقعه الشهر الماضي